كتير قوي كنت هنا قشيت بإدارة حرص الحدود إن هي تقريباً تقريباً يعني شبه الإدارة الوحيدة بعيدة طبعاً الأهل والزمالك وإن كان يعني ممكن نخليها تتعامل مع يعني في نفس الكاتجري بتاع الأهل والزمالك بتحافظ على الاستقرار الفني ممكن أي إدارة نتائج ما كيدش مساعداكم من بداية الموسم بستنقل الفوز الأخيرة على الإسماعيل بس النتائج مش مساعدة فممكن إدارة تيجي تقول إيه والله يا لأ معلش الجهاز الفني والصيغة اللي دايماً بتتقال عنده سوق توفيق نسميها كده عنده سوق توفيق مش هما مش كويسين وكان صيغة والسلام عليكم يا جماعة وهنجيب جهاز فني جديد رغم كده ثقة في الجهاز الفني ودعم للجهاز الفني إنه كنت وصلوا للمرحلة دي ده ميزة وميزة مهمة ويعني ناس عندها رؤية بشكل كويس بشكل كبير وده نفس الموقف ده حصل معي أنا الموسم اللي فات ساعة كنت أنا المسؤول كنت أنا المدير بالفرقة بالضبط في الدرجة التانية كان ساعة اللي هو عماك برضو كان موجود وكان حصل شوية اهتزاز في النتائج الراجل قال أنا مش هغير الراجل ده اللي هيكمل وراجل ده اللي هيسعد بالفرقة فده كان فارق جداً معي أنا شخصياً واللعيبة خلاص أيقانة إذا أنت خلاص راجل أنت قاعد ومكمل فخلاص لازم هيقاتل على حلمه فنفس اللي حصل بالعكس الناس بتدعم الكابتن أيوب بشكل كبير جداً في الفترات اللي فاتت وعارفين إنه نحن الجدول بتاعنا أنا لو انتك جدو بتاعنا الجدو بتاع صعبة جداً طبعاً دقتل المباريات في منتهى الصعوبة في منتهى الصعوبة انت في أول خمس مطشاط ملاعب في يدشر وبرامد واسموحة وصاركو مطشاط وزمالك مطشاط في منتهى منتهى الصعوبة وبرغم ذلك سير كل المباريات فنياً مش رجبة مع النتيجة خالص بالعكس إحنا الولاد بيقضوا اللعبة بتقدي مطشاط بشكل كويس جداً كلهم بيقطلوا كلهم بيطلعوا أقسم عندهم بفاكن بردو ليكم مباراة من مباراة المباراة في يوتشر في يوتشر في يوتشر بالضبط لحد ديئة 76 النتيجة 0-0 وانت اكوال ند كبير جداً ما بينك وما بين فيوتشر فرقة كبيرة الكابتن علي مار عمل نتائج وعمل أداء فرقة مركز تاني في الدولة دروازة بسبب أزمالك ولا أروع يعني في النتائج كنا ند وند شارس كمان معا لحد آخر المطش وزي ما أقولك في الآخر هي بتبقى تفاصيل صغارة جداً وتفاصيل بسيطة علشان اللعيبة لسه ما اكتسبتش الخبرة الكافية في الدور الممتاز أنا عايز أقولك في محمد فوزي يعني عايز أقولك خمس أو ست لعيبة بيبقوا متواجدين في الحداشر في الملعب طلعين معنا من درجة تانية لأول مرة لعبوا دور الممتاز لأول مرة يدخلوا أستاذ القهارة لعبوا في أستاذ القهارة موضوع صعب صعب واللعب في المستوى ده صعب اللعب في المستوى ده مهما كان قدراتك محتاج وقت إنك تاخد وقت والراجل اللي كانت تريد شغال بشكل كويس بيحاول يحفظ على قد ما بيقدر بيحاول يتكلم مع لعيبة في كل التفاصيل في كل تجاربه اللي فاتت فبنحاول نوصل لعيبة لأبعد لأبعد نقطة من التركيز لكن في الآخر برضو في الآخر أنت أو قد بتتصدم في فرقات فردية في فرقات وفي قدرات وخبرات وفي قدرات بيبقى فيه تفاصيل بسيطة اللعب بيقدر يعدي بها المطش وزي حتى كنت بقولك قبل الهوى بيبقى فيه تفاصيل أنت ممكن تعد المطش لصالحك ممكن تعد المطش بتعادل والدليل مباراة تطلع على الجيش أنت لو عندك عدد كبير من الخبرات في المرعب بعد فوز 2-0 وانت مسيطر على المباراة كنت تقدر تحافظ أكثر من كلاب لو جي لك ضرب الجزاء مطش المقولين نفس الفكرة لكن هي احنا شغالين وبنشتغل كل يوم وبنحاول نحفظ وكابتن أيوب كل يوم يعني يا جلسات محاضرات يا فيديو وشغال في الملعب بشكل كويس صح وإحنا بنحاول على الأدن ما بنقدر نوصل خبراتنا ونوصل للتجارب اللي احنا اللي احنا اشتغلنا فيها وبنحاول نذاكر الفرق المنفسين اللي احنا بنلعبهم بشكل كويس بس نقدر نستغل أي صغرة في المطشات اللي احنا بنلعب هاي